موسيقى السابعة صباحا في القاهرة أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية والبداية بأبرز العنوين أكثر من ثلاثين شهيدا بقصف على منطقة جبالي البلد شمال غزة والاحتلال يعدم ثلاثة معتقلين مفرج عنهم شمال القطع الصحة اللبنانية تعلن استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة العشرات في غارات للاحتلال على جنوبي وشرقي البلاد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن صدور أوامر للسفينة تجارية مرة قرب اليمن بتغيير مسارها جنوب غرب عدم ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين في جبالي البلد شمال قطاع غزة وأفد مراسلنا بأن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على منطقتين العلم وبقمر بمخيم جباليا كما شنت طيران الاسرائيلي عدة غارات على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة ومحيط مفترق المغربي بحي الصبر جنوبي المدينة ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بإعدام ثلاثة معتقلين شمال قطاع غزة وذلك عقب الإفراج عنهم من معتقلاتها بفترة قصيرة حيث استهدف الاحتلال المعتقلين الثلاثة بالرصاص من زوارقه الحربية وقد تم نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة أفادت وسائل وإعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش دمرت عشرات المباني في الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة والنصيرات وسط القطاع لتوسيع محور نتساريم شمالا وجنوبا ويسعى جيش الاحتلال إلى توسيع محور نتساريم العسكري الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط وجنوبي قطاع غزة لتحقيق مزيد من السيطرة الأبنية والعسكرية على مختلف مناطق القطاع استهدف جيش الاحتلال للمرة التاسعة على التوالي خياما للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد أربعة صحفيين ليرتفع عددهم منذ بدء الحرب إلى 188 صحفيا وصحفيا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر خيام النازحين في المناطق التي يأمر بالإخلاء إليها في غزة ويتجه لها النازحون باعتبارها مناطق آمنة ودائما ما تسفر غارات الاحتلال على تلك المناطق عن شهداء ومصابين من الأبرياء فيما تعد مجازر جديدة في سجل جرائم إسرائيل يهرولون يميناً ويساراً إما أنهم يفرون أو يهرعون للبحث عن ذويهم أو في ظهول يحاولون فهم ما الذي حدث مشهد يتكرر بعد كل غارة يشنها الاحتلال على قطاع غزة ولا سيما عندما يستهدف النازحين في غارة جديدة قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة القصف أصفر عن شهداء ومصابين في موقع أعتقد النازحون إليه أنه بمنأة عن استهداف الاحتلال لهم إحنا جايين هنا عشان نسكن نازحين يلون نتوجه للجنوب هيتامن ضربة للأقصى يعني لا لين النهار لا لين الأمان ولا لاردان أنا اللي بكلمك اللي تنته سبيل طالما من الحريق يعني ماذا أقول لك الله اللي نجينا واليوم صارت الضربة فجأة ما سمعنا للضربة مجزرة جديدة تضاف إلى سجل حافل من المذابح التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تستهدف نيرانه أشكال الحياة كافة في قطاع غزة شمالاً وجنوباً كنا نيمين يعني وقت هيك يعني مع الساعة تقريباً تساعة تسعة ونص ما بينشوف إلا الردم والحطان بخشن علينا والغبرة والدنيا وزي ما تقول إحنا فيه عندنا أطفال هنا نيمين الناس نزحين عننا هان طلعنا نجي للقينا درجراننا مكسوفة طبعاً كلهم فيها كانوا يعني راحوا ما ظل حد فيهم يعني أينما تجد أحياء يتنفسون وأبرياء يحاولون العيش في واقع أقل ما يوصف بأنه مأسوي في غزة تجد فوهات مدافع الاحتلال وبنادقه وهي تحصد الأرواح حتى ولو صغاراً لجأوا إلى خيام واهية لا تصمد حتى أمام أدراج الرياح تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب وفي عدة مدن أخرى بمناسبة مرور أربعمائة يوم على احتجاز عدد من الإسرائيليين في غزة وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقار خمسة أشخاص في حيفا والقدس فيما طالب المحتجون بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة المحتجزين إلى ذويهم وأكدت عائلات المحتجزين أن أبناءهم لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أربعمائة يوم بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وأضافوا أن جميع أهداف الحرب على غزة أنجزت ولم يبقى في القطاع ما يمكن فعله خلافاً لما تقوله المؤسستان العسكرية والأمنية فيما أفدت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات المحتجزين طالبت بصفقة تبادل من مرحلة واحدة أكد زعيم المعارضة يائر لابيد أن إسرائيل تعيش في حالة فوضى منذ أربعمائة يوم بسبب سياسات رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو وأضاف خلال المظاهرات في تل أبيب أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن العبث بالسياسة وفعل كل ما بوسعها لإعادة المحتجزين أكد رئيس أركاني جيش الاحتلال هرتس هاليفي أن التوسر إلى اتفاق تبادل للمحتجزين في قطاع غزة مسألة معقدة كما أضاف خلال إجرائه تقييماً للوضع الأمني في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة أنه يجري العمل على تأمين توفير الأمن للإسرائيليين مع العمل على إعادة المحتجزين قالت وزارة الخارجية القطرية أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة مشيرة إلى أن الجهود الوساطة معلقة في الوقت الحالي وفي بيان لها أكدت الخارجية القطرية أن قطر أخترت الأطراف قبل عشرة أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماسة وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطع وأشرت الخارجية القطرية أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة مؤكدة أن الهدف الأساسي من وجود المكتب هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية أفاد إعلام فلسطيني أن 3500 طفل في قطاع غزة معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الطعام وذكر التقارير أن أكثر من 35 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون دون والديهم أو أحدهما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية وأشارت أيضا إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال رام الله من جهة أخرى أعلنت فصائل فلسطينية استهدافها قوات للاحتلال الإسرائيلي قرب مسجد عجعج في محيط البلدة القديمة بنابلس بالضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية وجابت آليات الاحتلال عدة شوارع بالمدينة ودهمت عددا من الأحياء وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال يتخللها مدهمة منازل المواطنين وعمليات اعتقال والآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة العشرات في غارات اسرائيلية على جنوبي وشرقي البلاد كان جيش الاحتلال قد نفذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من القرى والبلدات جنوبي لبنان حيث أفاد مراسلنا بشن غارة على معبر جرماش على الحدود السورية اللبنانية قرب مدينة القصير بريف حمص الغربي أفادت وسائل إعلام اللبنانية بوقوع غارة لجيش الاحتلال على منطقة إقليم التفاح جنوبي البلاد كما أوضحت من جهة أخرى أن جيش الاحتلال شن غارات على بلدات سحمر ومشغرة والباية في محافظة البقاع اللبنانية في ظل مرور أكثر من شهر على التصعيد الإسرائيلي العنيف على لبنان أعلنت وسائل إعلام اللبنانية عن وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 14 غارة على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث بمحيط الجامعة اللبنانية يجمعون ما تبقى من ممتلكاتهم وما استطاعوا من أغراضهم الشخصية في أكياس ويحملونها في شاحنة هكذا هو حال سكان الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في عقاب تدمير متاجرهم ومنازلهم بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي ففي مشهد متكرر شن جيش الاحتلال غارات جوية عنيفة على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث بمحيط الجامعة اللبنانية وغيرها من الأحياء السكنية بالضحية الجنوبية وعلى مر ساعات الليل غطت دخان الكثيف سماء العديد من المناطق في الضحية الجنوبية جراء الانفجارات والنيران المشتعلة التي نتجت عن القصف الإسرائيلي قبل أن ينجلي الليل ليكشف عن حجم الثمار والخراب الذي عم كافة أرجاء الأحياء السكنية بالضحية الجنوبية سكان الضحية الجنوبية أعربوا عن حزنهم وحسرتهم لكل هذا الخراب الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم التي تحولت إلى كومة من التراب والأنقاض والحطام المتناثر مؤكدين أنه على الرغم من الدمار الذي خلفته الحرب بممتلكاتهم لا يزلون يتحلون بالإرادة القوية والروح القتالية الصوبة والعزيمة على مواجهة الاحتلال كل شيء من ملكه فدأ إجران المقاومين هؤلاء الإعادين على الحدود هن العبطال هن الصندين نحن ولا شيء قدامهم هن يكملوا نحن بضهرهم وحنضل بضهرهم لو راحوا أهلنا لو راحت بيوتنا لو راحت لو شو مضال لو إعادين أطراب لحن نقعد على الأطراب ونحن بضهرهم للشباب الإعادين على الشبهات المقاومين يا أطهر الناس يا أشرف الناس نحن بضهركم ما تعتلوا همنا أنتو بس واجعوا العدو قد ما فيكن دالكن دكوه ليل مع نهار على الرغم من مشاهد الدمار التي تحيط بهم في كل مكان وإن دارات الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لا يزال بريق الأمل يسكن عيون سكان الضحية الجنوبية ليستكملوا بذلك تاريخا طويلا من العدوان الإسرائيلي واجهه لبنان بشجاعة وصمود على مر العقود الماضية أعلن حزب الله استهدافه للمرة الأولى قاعدة عين خزلود للاتصالات العسكرية باسترب من المسيرات الانقضاضية جنوبي بحيرة طبرية وإصابة أهدافها بدقة كما أشار حزب الله لاستهداف مصنع ملام العسكري المتخصص في الصناعات التي ترتبط بمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي جنوبي مدينة تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية بالإضافة إلى استهداف قاعدة ميرون التي يستخدمها جيش الاحتلال لإدارة العمليات الجوية برشقة صاروخية وكذلك إسقاطوا مسيرة من طراز هرمز 450 لجيش الاحتلال في بلدة دير سريان بصاروخ أرض جو أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق حزب الله سبعين صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح الأمس وفي بيان له أكد جيش الاحتلال اعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من لبنان وسقوط الأخرى بمناطق مفتوحة كما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة أكثر من مئة هدف لحزب الله في لبنان خلال نهاية الأسبوع يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد إعلام إسرائيلي تضرر مبنى في مستوطنة المطلب في المنطقة الشمالية جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان أثار فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب لانتخابات الرئاسية الأمريكية نوعا من التفاؤل بوقف الحرب على لبنان وبينما يعول بعض اللبنانيين على مصعد بوليس رجل الأعمال الأمريكي من أصول اللبنانية وصهر ترامب في تحريك هذا الملف إلا أن آخرين يرون أن السياسة الأمريكية لا تتأثر بمثل هذه الأمور يقولون إن القشة قد تقسم ظهر البعير ومن الدارج أيضا أن الغريقة يتعلق بقشة القشة التي يراها بعض اللبنانيين مبعث تفاؤل بوقف الحرب الإسرائيلي على بلادهم تمثلت في رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مصعد بوليس الذي برز اسمه بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كداعم قوي لترامب يعني هلا هو عايش في أمريكا فيك تعتبره أمريكاني ومن أصل لبناني بس شغلة حلوة إن شاء الله يكون عم يشتغل من الشيء لبنان ويمكن ترامب من النوع اللي بيوعد ممكن أن يوفي أكثر من غيره فمنتفاقل فيه خير ونحن بنمسك الأشو بنمشي فيها بهالقياب لنتفاقل يعني ولأن السياسة وقضاياها المصرية لا تدار بالعواطف فإن وقف الحرب الإسرائيلي على لبنان يتطلب جهوداً إقليمية وإرادة دولية فالعلاقات الشخصية قد تساعد في تحريك المياه الراكدة إلا أنها لا يمكن أن تكون أساساً للحل خيواقف إطلاق النار شغلة إقليمية إقليمية وعالمية وبالتالي مسعد بولوس أو غيره مدام فيه زر بينكبس والقوى العالمية بتتفق على هالشيء هيدا بيمشي الحال هلأ يمكن الجهد الشخصي بيساهد شوي إنما هو القرار بدي يكون عالمي بدي يكون من بره بدي يكون فيه توافق عليه عربي وإقليمي ودولي وبالتالي مسعد بولوس أو غيره مع احترامي للجميع بيضيف للأشياء بس ما بيكون الأشياء ولا بيخلقها تفاؤل فئات من اللبنانيين بوجود بولس ضمن الدائرة الاجتماعية القريبة من ترامب لم يمنع أن ترى فئات أخرى أنه لا فائدة من هذه المصاهرة في حل حالة قضايا لبنانا والمنطقة بالباتد أنه هذا الشي هيكون يعني ما ألو أي علاقة بهذا الموضوع لأنه سياسة أمريكا هي سياسة واحدة لا بتتغير ما دخل الموضوع إذا كان لبناني أو مش لبناني عادة سياسة الدول بيكون مرتبطة بشيء على المدى البعيد فموضوع أن يكون لبناني أو غير لبناني ما ألو أي علاقة بتغيير أي سياسة معي يعني فكر فيها اللبنانيين آمال وتكاهنات بأن يحدث رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس الذي وعد بزيارة لبنان قريبا تطورا إيجابيا في الأزمة اللبنانية إلا أنه لم يتضح حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية تأثيره أو حدود أدواره في الإدارة الجمهورية المقبلة للبيت الأبيض أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تخفيف إرشادات السلامة لسكان مستوطنات الشمال وقال بيان للجيش أنه خفف تلك الإرشادات من نشاط جزئي إلى نشاط كامل مضيفا أن التجمعات قد تصل في الوقت الحالي إلى ألفي شخص أشارت صحيفة والسريت جورنال الأمريكية في تقرير لها إلى أن جيش الاحتلال يواجه صعوبات في حربه بلبنان أكثر من الصعوبات التي واجهها أثناء حربه في غزة التقير الأمريكي استرد إلى مسؤولين عسكريين وجنود مشاركين في الحرب أشاروا خلاله إلى خوض الجنود لحرب عصابات مع عناصر حزب الله تكبدوا خلالها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات لم يكفي الدمار الكثيف الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرى الجنوب اللبنانية لمرور عملية عسكرية برية سهلة على الجنود يتم خلالها تحقيق المزاعم بإخلاء المنطقة من عناصر حزب الله ومعداته العسكرية فالصعوبات التي يواجهها جيش الاحتلال في جنوب لبنان نقلها تقرير لصحيفة وولستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال وأكد التقرير أن العوائق والخسائر التي يتعرض لها جيش الاحتلال أكبر بكثير من التي واجهها في قطاع غزة ما تسبب في مقتل خمسة وثلاثين جندياً خلال أكتوبر الماضي في شهر من أكثر الشهور دموية لجيش الاحتلال منذ العام الماضي واستند تقرير وولستريت جورنال على وجهة نظر بعض جنود جيش الاحتلال المشاركين في الحرب والذين أشاروا إلى خوضهم لحرب شوارع ضد حزب الله في قرى الجنوب وأن أداء عناصر الحزب خلال تلك المعارك يؤكد خوضهم لتدريبات عسكرية خلال السنوات الماضية ويرى التقرير الأمريكي أن الهجمات الاستباقية التي قام بها جيش الاحتلال لإضعاف قدرات حزب الله لم تؤثر بشكل كاف على القدرات القتالية لعناصر حزب الله الذين تمكنوا من إلحاق أضرار بجيش الاحتلال الأكبر حجما والأكثر تجهيزا بينما أكد التقرير أن عناصر حزب الله باتوا يعتمدون على الرسائل المكتوبة في نقل التوجهات الخاصة بالمعارك ما وضعهم بعيدا عن أعين الاستخبارات الإسرائيلية أثناء خوض المعارك ويزداد الأمر صعوبة مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية التي تحرق المستوطنات وتجمعات الجنود أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بصدور أوامر من جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية وجهت سفينة تجارية مرة قرب اليمن بتغيير مصارها وأوضحت الهيئة البريطانية أن الأوامر صدرت بتغيير مصار السفينة في محيط 57 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدم أفاد إعلام تابع للحوثيين بأن العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لقصف نفذته طائرات أمريكية وبريطانية وأفادت التقارير بأن ثلاث غارات استهدفت منطقتين النهدين والحفاء بمديرية السبعين بصنعاء كما استهدفت غارات أخرى محافظة عمران ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر أصبحت الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع الذي اندلع العام الماضي بين الجيش والدعم السريع وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من واحد ومن مليون ومئتي ألف سوداني قد فروا إلى مصر منذ منتصف إبريل الفين ثلاثة وعشرين وأن حجم هذه الأزمة الإنسانية وضع ضغطا هائلا على موارد مصر وبنيتها التحتية بصورة أصبحت تتجاوز قدراتها وناشدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة المجتمع الدولي دعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني أفاد مراسلنا بارتفاع أعداد الضحايا بمدينة الهلالية شرقي ولاية الجزيرة بالسودان إلى ثلاثمائة قتيل بسبب حصار واعتداء ميليشيا الدعم السريع على المنطقة وأضاف مراسلنا أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت قرية النبتي وأجبرت جميع سكانها على النزوح كما هاجم عناصر الميليشيا قرية ودراوة شرقي الولاية وقاموا بعمليات سلب ونهب كانت ميليشيا الدعم السريع قد اكتاحت في وقت سابق قرية الجعافرة ما أصفر عن مقتل عدد من المواطنين يشهد السودان أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الدعم السريع بها منذ أبريل عام 2023 ولم تهدأ وطأتها حتى الآن منظمة الأمم المتحدة كشفت أنه وخلال تلك الحرب تعرضت فئات المجتمع المختلفة مثل النساء والأطفال لمخاطر غير مسبوقة على يد ميليشيا الدعم السريع تشمل القتل والعنف والتهجير والتجويع السودان يعيش سكانه منذ عام ونصف العام أحداث وانتهاكات إنسانية اذ تسعى ميليشيا الدعم السريع لتدمير كافة مظاهر الحياة داخل السودان بغرض تحقيق أهدافها الطامعة في الاستيلاء على السلطة أرقام مرعبة وغير مسبوقة رصدت خلالها المنظمة الأممية حجم الفضائع المروعة التي تمس حقوق الإنسان والنزوح القصري لملايين الأشخاص منذ بداية الحرب فضلاً عن الافتقار إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية نحو 25 مليون شخص داخل السودان يعانون من حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية بينهم نحو 14 مليون طفل يواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي كما أن أكثر من 17 مليون شخص يتعرضون للجوع الحاد انتهاكات مروعة يشهدها المدنيون داخل ذلك البلد إذ وصفت الأمم المتحدة الأعمال الوحشية التي تقدم عليها ميليشيا الدعم السريع بقرائم حرب كارثية فإلى جانب تعديها الجسدي على النساء والأطفال واستهدافهم بشكل مباشر تقوم بمنعهم أيضاً من الحصول على الطعام والشراب والعلاج اللازم وكأي حرب هدفها تدمير الأرض وصرقتها تقوم تلك الميليشيا التي أشعلت نيران الصراع منذ إبريل عام 2023 بقتل أو خطف كل من يحاول كشف حقيقتها الوحشية فأغلقت حدود الدولة عليها وحاربت الصحفيين وكل الفرق الإنسانية والأممية الأوضاع في السودان أعجزت المنظمات الأممية عن تحديد العدد الإجمالي للضحايا المدنيين فبينما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 20 ألف شخص قد قتلوا قدرت منظمة جيني سايد ووتش عدد الضحايا منذ اندلاع القتال وحتى أغسطس الماضي بنحو 150 ألفاً السودان تحول إلى مطمع لميليشيا لا يحركها سوى أحقادها ولا يشغلها سوى مقاليد السلطة حتى لو على أكساد الشعب ذاته نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل إصابة شخص وأضرار بمباني في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة أوديسسا الأوكرانية أهلا بكم أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأربعاء المقبل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بير إن اللقاء سيتناول مسألة نقل السلطة لافتة إلى أن تفاصيل إضافية بشأن اللقاء سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق يشار إلى أن لقاء بايدن وترامب المرتقب يعد الأول بينهما بعد فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة يتولى إعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حسمها المرشح الجمهوري دونالد ترامب ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة وعزز ترامب فوزه بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية نيفادا بعد أن حصل على خمسين فاصل سبع بالمئة من الأصوات مقابل سبع وأربعين فاصل أربع بالمئة لمنافساته كمال هاريس وبهذا بحظ ترامب ثلاثمائة وواحد صوت انتخابي مقابل مائتين وستة وعشرين لهاريس ولم يتبقى له سوى ولاية أريزونا يحقق انتصارا كبيرا في الولايات المتأرجحة يواصل مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مناقشاتهم لوضع خطة ترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وتأتي هذه المناقشات التي تسارعت بعد فوز ترامب الانتخابات الرئاسية تنفيذا لتعهداته السابقة بالقيام بترحيل جماعي للمهاجرين وتتناول المناقشات تكلفة عمليات الترحيل وتعديل عدد من الإجراءات القانونية والتنفيذية دعت إيران الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تغيير ما سمته سياسة الضغوط القصوى وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك حاجة إلى بناء الثقة من جانب واشنطن وطهران لا من جانب بلاده وحدها ووصف عراقجي الاتهامات الأمريكية لشخص إيراني بتدبير مؤامرة لقتل دونالد ترامب أنها سيناريو مختلق والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسماع دوي انفجاراته في قلب العاصمة الأوكرانية كييف يأتي هذا بالتزامن مع تفعيل وسائل الدفاع الجوي وأوضح مراسلنا أن الإدارة العسكرية لكييف أعلنت دخول عشرين مسيرة إلى نطاقها الجوي أفاد قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي بورود تقارير عن استعداد قوات من كوريا الشمالية للقتال إلى جانب القوات الروسية وأضاف سيرسكي أن الوضع في الخطوط الأمامية لا يزال صعبا ويظهر علامات التصعيد خلال العملية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام مع روسيا أكد عمدة أوديسا الأوكرانية أوليك كيبر إصابة شخص جراء هجوم روسي على المدينة بطائرات مسيرة وأوضح عمدة أوديسا أن هناك أضرارا وقعت في المبادئ السكنية والمحلات التجارية والجراجات والسيارات جراء الهجوم كما اندلعت الحرائق في بعض الأماكن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وزيري خارجية كوريا الشمالية وروسيا أكد التزامهما بتنفيذ البنود التي اتفق عليها الزعيم البلدين وكان الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد اتفق على أن البلدين سيقدمان المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم إذا تعرض أي منهما لهجوم وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية أكد الجيش البولندي اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أزمة الهجرة والتسلل عبر الحدود التي شهدتها البلاد منذ ثلاث سنوات هذا ودخلت عملية أمنية جديدة في منطقة بودلاسي شمال شرقي البلاد حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي وتشمل نشر 17 ألف جندي لدعم حرس الحدود البولندي حتى الحادي والثلاثين من يوليو الفين خمسة وعشرين اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة فالنسيا والمحتجين خلال مظاهرة للمطالبة بمساءلة الحكومة عن الإخفاق في التعامل مع الفيضانات القاتلة التي ضربت شرق إسبانيا ونظم المحتجون مسيرة ضمت جماعات ونقابات مدنية من قاعة المدينة إلى مدان مانيسيز وندد المتظاهرون باستجابة الحكومة المتأخرة وغير الفعالة للكارثة التي دمرت أجزاء من مقاطعة فالنسيا وأثرت على نحو ثمان بلديات فرض للدعاء العام في أمستردام بهولندا غرامات على أربعين متهما في أعمال الشغب لتكدير النظام العام في المدينة وقد وجه ممثل للدعاء اتهامات لعشرة أشخاص بارتكاب جرائم منها التخريب بينما لا يزالون يحققون فيما إذا كان المشتبه بهم قد ارتكبوا أعمال الشغب الأخيرة بشكل منظم كما أعرن للدعاء الهولندي أنه من المنتظر القبض على المزيد من المشتبه بهم وفي أخبار الاقتصاد نتابع الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم رغبته الدخول في حرب تجارية مع الصين اشتركوا في القناة الصين خرخي توليدو أن التكتل لا يريد حربا تجارية مع بكين لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تصفر عن أي تقدم حقيقي وأضاف توليدو أن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز في مواجهة منافسها الصينيين خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية أطلق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بودابست خطة واسعة للإصلاحات الاقتصادية تهدف الخطة إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الأوروبي من أجل تفعيل القدرة التنافسية الاقتصادية للتكتل مع الولايات المتحدة والصين لا سيما بعد انتخاب ترامب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال رئيس بنك الاحتياطية الفدرالي في مينابوليس نيل كاشكاري ان الاقتصاد القوي وارتفاع نمو الانتاجية قد يدفع عن الفدرالية إلى خفض أسعار الفائدة أقل مما كان متوقعا في السابق وأشار كاشكاري إلى أنه من السابق لأواني تحديد ما إذا كانت سياسات إدارة ترامب القادمة والكونجرس الجديد ستؤدي إلى تأجيج التضخم وتؤدي في النهاية إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة قال وزير النفط الهندي هارديب سينجبوري أن أسعار النفط العالمية كانت سترتفع بشكل جنوني لو لم تشتري الهند النفط من روسيا في أعقاب حربها مع أوكرانيا وارتفعت واردات الهندي من النفط الخام من روسيا من نسبة 11.7% في سبتمبر الماضي ودفعت نيوديلهي مرارا عن مشترياتها من روسيا باعتبارها ضرورية للسيطرة على الأسعار في الدول النامية التي يبلغ عدد سكانها مليار و420 مليون نسمة أفادت صحيفة وول سريت جورنل بأن مسؤولين ومديرين تنفيذيين روس أجروا محادثات حول دمج أكبر شركات النفط في البلاد في كيان واحد وقالت الصحيفة الأمريكية أن المحادثات التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية تدور حول استحواذ شركة روسفيل على شركتي جاسبورم نفط ولوك أويل بما يتيح ضخ ما يقر من ثلاثة أضعاف إنتاج شركة إكسون الأمريكية لإنتاج النفط نقلت صحيفة تليجراف عن حاكم ولاة نوجيرسي فيل مورفي أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يعفل واردات البريطانية من الرسوم الجمركية بموجب صفقة خاصة ورجح مورفي أن ينتظر ترامب إلى بريطانيا بشكل أكثر إيجابية من الاتحاد الأوروبي وقد تكون المملكة المتحدة أكثر المتضررين من الرسوم الجمركية التي وعدت ترامب فرضها على جميع الواردات إذ تعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات البريطانية أفادت صحيفة فينالشل تامز بأن مبيعات المنازل في المملكة المتحدة في طريقها للارتفاع هذا العام إلا أنها تظل أقل من المتوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 1.2 مليون صفقة سنويا وانخفطت المبيعات في الأسواق الأكثر تكلفة مثل لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا بالنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمتوسط العقد الذي سبق الوباء وتشكل مبيعات المنازل مؤشرا مهما على الثقة في سوق الإسكان والاقتصاد على نطاق أوسع تأثر قطاع السياحة في الأردن بالحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد على لبنان وتراجعت إرادة السياحة في الأردن بنسبة 4.3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى نحو 5.6 مليار دولار الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من عام ألقت بظلال سلبية على قطاع السياحة في الأردن الذي يعتمد بصورة رئيسية على منتجعته الشاطئية على البحر الأحمر والبحر الميت وجاءت تساع دائرة الصراع رغم التحذيرات الدولية والإقليمية فشمل لبنان ليبدد الآمال في تعافي القطاع السياحي خلال أشهر الخريف مع تقلص أعداد الوافدين الغربيين إلى البلاد نركز على أسواقنا الأكثر مرونة والتي لم تتأثر بالوضع بنفس القدر مثل السوق العربية على أمل أن لا تتفاقم الأمور وأن نتمكن أيضا من استقطاب الزوار من أسواقنا التقليدية المناطق الأثرية التي كانت تكذب أكثر من مليون زائر سنويا قبل الحرب تبدل حالها وأغلق أصحاب الأنشطة التجارية أبوابها وتراجعت معدلات إشغال الفنادق في البطراء إلى 10% الحرب هبطت بإيرادات السياحة بالأردن بنسبة 4.3% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 5.6 مليار دولار وسط مخاوف من تبخر الحجوزات المستقبلية حال إطالة أمد الحرب وتوسع نطاقها وفي أبرز أخبارنا الرياضية نتابع ليفربول يبتعد بصدارة الدور الإنجليزي بتخطي أسطنفيلة بهدفين دون رد ترجمة نانسي قنقر وصل ليفربول تحت قيادة مدرب الهولندي أرنستوت صدارته للترتيب العام للدور الإنجليزي الممتاز بتخطي ضيفه أسطنفيلة بهدفين دون رد ضد الجولة الحادية عشر سجر هدفي الريدز اللعبان داروين نونينز ومحمد صلاح الفوز رفع رصيد الليفر إلى 28 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد أسطنفيلة عند النقطة الثمانية عشر في المركز الثامن هذا وواصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي مسلسلة تحطيم الأرقام القياسية بعد تألوقه الكبير مع الريدز هذا الموسم يخوض برشلون مواجهة قوية على ملعبه أمام ريال سوسياد ضمن الجولة الثالث عشر من الدول الإسباني ويتربع النادي الكاتلوني على الصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة من 12 مباراة متفوقا بست نقاط على صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة برشلون يسعى إلى مواصلة عروضه القوية وإحكام قبضته على الصدارة يستضيف ملعب جيزوبي مياذا بمدينة ميلان والقمة الثانية عشر من دور الإيطالي بين صاحب الأرض انتر ميلان وضيفه نابولي نابولي يدخل المباراة في صدارة الترتيب العام برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة أمام مركز الانتر صاحب المركز الثاني وخلال الموسم الماضي فاز الانتر بلقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة قبل أن يحسم التعادل الإيجابي مواجهة الدور الثاني إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين أكثر من ثلاثين شهيدا بقصف على منطقة جبالي البلد شمال غزة والاحتلال يعدم ثلاثة معتقلين مفرج عنهم شمال القطاع الصحة اللبنانية تعلن استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة العشرات في غارات للاحتلال على جنوبي وشرقي البلاد موسيقى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن صدور أوامر للسفينة تجارية مرة قرب اليمن لتغيير مصارها جنوب غرب عدن مشاهدين نهاية نشرتنا نشكركم على طيب المتابعة وعلى رأس الساعة تلتقونا مع الزملاء في البرنامج الصباحي كان معكم محمد ربا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر